الرئيس السوداني عمر حسن البشير مدينة جوبا كبرى حواضر جنوب السودان بعد زيارة قصيرة التقى خلالها برئيس حكومة الجنوب سلفاكير وأكد البشير خلال الزيارة أنه يحمل رسالة سلام إلى سكان الجنوب قبيل الاستفتاء وضف أنه مقتنع بأهمية الوحدة بين الجانبين لأنه مستعد للقبول على مضض بالانفصال إن قرر مواطن الجنوب ذلك تقرير أشرف ناجي موفد بي بي سي إلى جوبا أجواء الحفاوة والترحاب كانت في انتظار الرئيس البشير لدى وصوله إلى مطار جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان فالزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والاطمئنان على ترتبات استفتاء تقرير مصير الإقليم الذي بات يفصلنا عنه خمسة أيام ووفق وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان برنابا مريال فإن مباحثات الرئيس السوداني مع نائبه الأول سلفاكير ميرديت والقيادات الجنوبية ستتناول عددا من القضايا على رأسها تعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب وحلوا القضايا العالقة ومن بينها النزاع على منطقة أبياء الغنية بالنفط ولم يختلف الاستقبال الرسمي للرئيس السوداني في المطار عنه خارجه فجموع من الجنوبيين احتشدوا للترحيب بالبشير مرددين الهتافات التي تنادي بانفصال الجنوب عن الشمال كان مسؤولون في حكومة الخرطوم قد أكدوا أن الرئيس السوداني سوف يدعو إلى خير الوحدة حتى اللحظة الأخيرة فكان رأينا أنه أن الوحدة وعارفة الوحدة عن طريق القوة فشلت والنتيجة كانت عكسية هي مزيد من التباعد والتباغط بين أبناء الوطن الوحد فكان لازم ندير فرصة لأن الوحدة تكون اختيارية فنحن متزمين لكن نحن هنزل دعات وحدة لأن قانعتنا الوحدة هي مصلحة حجم الروابط والتداخل والمصالح الموجودة بين الشمال والجنوب ما موجودة بين أي دولتين في العالم لكن البشير أكد أيضا أنه سيحترم خيار الجنوبيين وسيكون أول من يعترف بجنوب السودان دولة إذا أصفرت نتيجة الاستفتاء عن الانفصال حتى لو حصل الانفصال كيف نحن نقلل السلبيات الممكن تنتج عن الانفصال ونحول الفوائد يكون ممكن نحققها من خلال وحدة هل ممكن نحققها من خلال قيام دولتين هذه ليست الزيارة الأولى للرئيس عمر حسن البشير إلى جوبا مقر حكومة جنوب السودان وعاصمة الأقليم لكنها قد تكون الأخيرة والسودان بلد واحد أشرف ناقي بي بي سي جوبا جنوب السودان